السلام عليكم أهلاً إخوان جميعاً تمنى تكونوا بخير فهذا الليلة رمضانية ورمضان مبارك جميع الإخوان سواء أصدقائنا في المغرب ولا خارج المغرب تحياتي لجميع خاصة الإخوان اللي تفعلوا معنا في التعليق اللي صارح التعليق اللي أولاً كتفاجئ وتالياً كتفرح لأن بعض التعليق سبحان الله هي اللي تعطيك السوف لكي تكمل في هذه المجموعة للتصورات والأفكار اللي قد نتقاسمها معكم فشكراً بزاف وجميع أي شخص يكتب لي أي كلمة أو أي حرف فإلا تكون عنده واحد لوقع كبير عندي في النفسية ديالي إذن نصمر في سلسلة ديال طرق التلقين والكيفية التلقين والمقاربة التجريبية العلمية لتلقين طيور مغردة وخاصة طحر الحسون والهاجين دياله وتكلمنا في المرحلة السابقة أو الحلقة اللي قبل من هذه الحلقة على مرحلة التخزين أو ما يسمى المموريزازون دي شو وتفاهمنا وتضبطنا أن هذه المرحلة هي مضبوطة من ناحية الزمنية تتراوح بين 40 يوم إلى 60 يوم يعني شهرين نحن كهوات طائر الحسون كنظر أن يكونوا مفاهمين على أن المرحلة تكون في شهرين واترقنا المسألات أنه ابتداء المموريزازون ديالتخزين التغريد يبتدئ من أول يوم بدأ هذا الطائر كيسمع التغريد اللي غا بيتعطي يعني الشارط أو الطائر الحي مهما يكون وفي هذه المرحلة يجب أن تكون مواكبة ديال الملوع من ناحية التغذية من ناحية الصحية لأنه بكل بساطة أن هذه المرحلة يكون نمو ديال العقل ولا ديال السيستام نيرفو ديال الطائر ولحظة لها مهمة في الحياة ديالك أي كائن حي وللإشارة ف هذا المعلومة مهمة بزافية خارج إطار الهواية عند علاقة بلوناتومي يعني بتكوين ديالعيذ كإنحي أن الخلايا العصبية ديال الدماغ اللي تطائر فيها فين كي يسقطوكي وكي يكوضي التغريد هذه الخلايا ديال الدماغ سبحان الله العظيم هي الخلايا الوحيدة في الجسم ديال الإنسان ولا ديال الحيوان ولا ديال أي طائر اللي تزاد مع الطائر منذ الولادة وكتبقى الغديما طول حياته حتى تموت بمعنى أن جميع الخلايا ديال الجسم مثلا الجسم الإنسان الخلايا ديال الجلد إذا وقع لها شيء مشكل كتتحيده وكتعود ترجع خلية أخرى كترم بلاسية الخلية هذا الدور هذا ما عنش الخلايا العصبية حتى بنسبة الإنسان وهذا روح التحت ذي كبير علمي على الصعيد العلماء الذين يهتموا بـ Blue System وهذه الإشارة أقول لي ما عنده علاقة بعين التغريد هنا هنا في المزيان البحث تقدير واحد المقاربات وكتفك شافارات بعض الأسئلة التي نطرحها على نفسنا لا تقلقوا لها الحل فبما أنه الخلايا العصبية ديال الطائر ديال الدماغ لأنه يستوكي التغريد في ذلك شهرين يستوكي في الدماغ ديال عن طريق الخلايا العصبية لا نتخش في الديطاء لأن هذا باحترافه كتوب وكتوب نحن في حل التغريد كنمروا عليه مرة الكرام كنناخده منه لقاطات تنطعمه بها المعرفة الأولى عيدينا لعلى وعسى واحد من الإخوان الذي عنده مقدورة وعنده أنه يمشي فيه بعيد وهو العود الثانيين سنطلقوا منه الإفادة أكثر فهذه الخلايا لأنه تسموه بالفرنسية يزادوا مع الطائر ويبقوا يشرفوا مع الطائر حتى يموت الطائر بمعنى أنه لاباس للتغريد يحفظ في شهرين هنا تأتي أهمية لتخزين يعني أول مرحلة من مراحل التلقين هي لاميموريزاسو هنا تأتي أهمية لها أنه الراصيد للتغريد الذي يكتسب ويستوقع ويخزن في الدماغ هو الذي يمشي ماء حتى المامات بمعنى أنه الطائر لا يستطيع أنه لا يستطيع لحظة من الحياة ويأتي أحد ويقول ولكن الأخ لاحظنا شيء طيور أنه ضرب العام وجد لي أبل جديد هذه جملة متدولة بيننا المعنى لأننا نحن نتكلم عن الطائر نحن 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 نفهم نحن نحن نقتصر طائر حي ونحن نختصر نحن في المنقى درجة أننا لدينا واحد جملة متدولة وهو الطائر والمنقى وهو الطائر والمنقى ولكن الذي تتعامل مع هذا الطائر كمنقى وعيش في الصندوق أو الكاخون لا تفكر عن طائر ولكن تفكر عن المنقى وهذا غلط يرتاكب وكان لدينا وكان لدينا وكان لدينا لوقت في عدم فهمنا للطائر ككائن حي هذا لحسب الرأي والفكر كما قلت لكم سابقا أنا أسمع لي ومما أسمع كل واحد يبحث ويفكر ويشوف ذلك الشيء لأن كل واحد على يقين بأن أي واحد وضع يده في البحث في المسائلة سيخرج لنا بشيء يعني بوحد لتحفى كنز معرفي لنستبدو أن هو طائر الحسن وبالتالي فالتخزين تعتبر من المراحل المهمة في الحياة الطائر غير من باب أن هذه الخلايا المكلفين بتخزين المعلومة أنهم يبقوا مع الطائر من الويلة إلى الموت فهو إشارة على أن أنا لا أريد أن نأخذ هذه المرحلة لا يوجد استهتار لا يوجد لذلك الصحة للطائر مهمة و هنا من خلال هدرات لا يوجد سبق الأحداث لا يوجد سبق الأحداث و كيف نحن من خلال هذا الحوار في هذا الموضوع بشوية بشوية ستتضح الصورة على الوصفة والطريقة المثالية التي توضع طائر كطائر أعلى القيمة الإهتمام و هناك مرتبطة في الأخير لأن كل مرحلة مرتبطة في الأخير سنرى كل حالة الناس يجبون الطريقة التي تقليدها يحفظ الطائر وطريقة التي تجد طائر وطائر وصندوق 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 الصوت يجبون بطريقة عادية بطريقة من الناس من هم من هذا النوع هذا يجبون أن يخدمون طريق شديدة بطريق الطائر عن طريق كخص الإسبانيا وصندوق العزلة للصوت بالصوت بالصوت من فلتري بالكشيز أمام لحق الاجتهاد والإخوان فهذه الوسائل التي هي تقنية نتمنى أنه هذا النوع دي الاجتهاد يقدر حتى من ناحية الولاعة حتى من ناحية الفهم الطائر حتى من ناحية الإبداع في الملاحظة وهذا فتبارك الله إليكم بصراحة جميع الوسائل التي يخدمون به هذا طبق الجودة ديال الوسائل بما في ذلك الأقفاص بما في ذلك الكاخون حتى بالنسبة للأسلاك التي يستعملون للإخوان فمشاول اجتاهدهم مزيلا يعني السلك هذا ومشي هذا ومشي هذا أو الناس يشريوا الأسلاك بالبعضة ومشيوا المتاجر ليفخموا ويشريوا باش يوصوا الصوت للطائر بوحدة طريقة التي هي النت فهذا في حدة جديد والناس التي يفكرون بها الطريق ولكن بالموازات أننا نحاول حتى الاجتهاد يصب في الجانب وهو معاملة مع الطريق حسنا ذاكرا منقار ومنقار يصدر أصوات ولكن ذاكرا منقار يصدر أصوات من ورقة سيستم من ورقة تغذية من ورقة ومسيرة ومسيرة الحياة أنه يبدأ عندك اليوم يصدر أصوات اليوم لا أعرف ما سوف توفي الطائر فهو بدأ مسير في الحياة وهو يصدر أصوات يصدر أصوات يصدر أصوات أو لا يصدر أصوات ومسيرة لا يصدر أصوات كائنا نحفظ ونروي ولكن لدينا هذه القناعة ربما سوف تفاجئ رؤية وربما تفاجئوا أنا لا أجزئ بأن هذا الذي كانت تحاول في أنه يعطينا لا نحن نشوف العين ونحن ندروا لي مقاربة الجريمة يعني تكونوا مفاهمين ونحن ندروا يجب يقول لك لأن كنت أقول لك أنا كنت تكلم ونحاول حيث نفكر بصوت عالي هنا في الولاعة نخمم بصوت عالي ما الأخوان أصدقائي كنت نحسون لأن هذا الأمر كان بإمكاني نحن أخذ صوراة وإن هذه من باب الأمانة وحسنا بأن الموضوع تخطي تفتح أبواب أخرى لأن الناس تفتح أبواب أخرى حتى يجاهدنا واحد يشاركنا و يمحط و يتجاهد و يتلقى و يتدقى و يتجاهد و يتجاهد و يتمجي و يتجاهد هذا مهم فائد مسألة التبجغيط هي المرحلة الموالية لمرحلة التخزين كان ضروري ندير هذا الربط ما بين ميموريزاز و التبجغيط التبجغيط أو ما يسمى له باب بياج يعني التقليد الأولي التقليد الأولي ما هو الإخوان كان هذا رب مفهوم ولاعي ولاعي وملقم بمفاهيم علمي المسألة ليست سهلة لأنه كي أضبطي ما هو علمي مع ما هو تجريبي ولاعي وشفاهي بيناتنا صراحة خص وحد المجهود كبير حتى في استعمال الألفاظ حتى في استعماله لكي توصل الفكرة كما يأتي التقليد الطائر خز المعلومة المرحلة الثانية في الحياة التغريدية هو أنه هذا التغريد خصوية بلوره بالطريقة التي يسمعه إذن هو المقدورات الفيزيولوجية والجسادية والدماغ وباقي لا يعطيه الإمكانية أنه يؤدي هذا التغريد بهذه الطريقة التي يسمعه مع العلم في الحلقة السابقة أنها تكون وضعت هذه التغريد تضعها في الدماغ بلوره لا تدخلوا بأسماء العلمي لأنه يوجد أسماء العلمي لأنه يوجد أسماء العلمي لأنه يوجد أسماء العلمي وذلك نجعل لديكم لدت الاستيكشاف المجال فعلا مجال جميل جدا فهو مستوكي ويخرج إذن خاصة أريد المرحلة هي ترانزيتوار تجعله يدوز البلور وهو التبشغيث التبشغيث كما نرى المالع هو الحسون كما يرى العلماء ونحن نتشاهد باب جريبة ما الذي يفرح كل من يتكلمون في الولاعة يجعلون ألفاظ ويجعلون أصل في العلم يعني في الأبحاث العلمية التبشغيث هو تقليد وهو تمرير التغاريد الذي مستوكي كمعلومات في الدين هو تمريرها على لسان الطاقية أي أغروضة هو طابعة في الدماغ المقنين خاصة للمقنين حالي خاصة جدا المقنين يفاجئ ودخل في هذا العلمي ولكن سبحان الله هذا الطائر يفاجئ غريب جدا لا تقليد لا تقليد لا تقليد الطائر لا تقليد وكذلك بطوار كامل يجب أن يدوز من لسانه هو صغير فهنا نعمل هذا الطائر ونفجر ونحاول أن هذه اللحظة لا تقليد لا تسمع فيه واحد العكلة واحد الحصرة انك تمائز وتعصب ودواليا وتبغى اجيليم كامل حصور الله هذا يجب أن يدكوضي في الكلام الذي يمطبوه في الدماغ لأنه صغير وليس لديه مقدورة على أنه يؤديه بطريقة يسمع وليس لديه مقدورة أدامي ويجب أن يكون هذا الشيء سوف نجيبه ليس لديه مقدورة لديه مقدورة عالية لديهن والمقدورات الجسمانية يتوصل لديه مقدورة لأنه يخاطب الملوك يقول يريح لديه مقدورة لديه مقدورة لديه مقدورة لديه مقدورة لديه مقدورة لديه مقدورة لأنه يبدو أن طائر مستعدت في المرحلة بصاحب الموضوع لديه مقدورة لديه مقدورة لديه شروط لديه مقدورة لديه مقدورة لا يقل بأن الطائر و أي طائر الذي في المرحلة التلقيم ستعود معك من الأول ستعود معك من الأول لا تعمل فيك إذا كنت تدليل أو طيب ولكن ما يوقع عليه هو أشد طريق البلوارة في التغريد من كتزعزع لها كثير من المقنين المقنين لا تحتاج إلى المفاجأة إخوة المقاننية الحرية سوف يفهمون بذلك المقنين هو من الكائن لا تنظر المفاجأة ينظر أمان مع الانفيرون المنديل و يتعرض الأمان و حتى في الأقفاص هذه الأقفاص ضائرة لا تريد المقنين المقنين يتلقى أحد الموالو القديم كما قال أن أحد جملي أن يفوتني يقول أن المقنين هل يتعرض القناة لا يتعرض القناة لا يتعرض القناة وهذه هي إشارة على القفوزة وهذه الجملة تقريبا تقريبا 20 سنة وباقي كانت تضرية في دماغي ونسأل عنها ونحاول أن نتذكر على هذه المسألة وماذا تريد أن تتعاملها كانت مسائل عجيبة جدا بعض الناس الذين نرى أجانب الذين يتعاملون بطريقة لأنه عالمي يقول لك كما يتضحك يعني يتعامل على الصرور وكما يتعامل على الفرحة وعلى الشميئزاز هذا شيء عجيب جدا يجب تمرير جميع التغريد على الليسان هذا هو ريبرتور كامل الذي يتعامل على الليسان في إطار التبجغيات الذي نسميه هو التبجغيات الأول والذي يقولون بعد إخوان التبجغيات الخاوي لماذا هو خاوي؟ لأنه باقي لا يمكن أن يعمره باقي هو جسمانيا ودهنيا لا يمكن أن يعمر هذا بمعنى أنه باقي لا يفرز لك الزابان أو الأغرودات لكينيف الشارع ولكن هلا يمكن أن يكمّغة بالنزل للحظة اللحظة والطماتيك مورا دقي صغير فانه يرتكب اخطاء الترتيب هذه فقط دري صغير تزاد وعنده عام وعامين لا يستطيع ان يقول لك جملة مفيدة انت عارف ماذا يريد أن يقول لك لكن لا يقول جملة مفيدة سوف يتكلم مغايفة لا يريد أن يقول الوالدة أو الوالدة يريد أن يقول لكم هذي وذي هذه بينها خاصة فهو يقول لك جملة مفيدة يقول لك جملة لا وهذه القاعدة هي الماتير برمير نشكر واحد الآخر كومنتاري في الفيسبوك لدي هذا المبحث لا يتكلم الاسم وانا اخ سيدار وانا اخ سيدار وانا اخ سيدار وانا سوف يعرف نفسه وانا سوف تكون مفيدة جملة مفيدة جملة مفيدة وانا سوف يتكلم الوالدة في الوالدة كلما يتكلم لذلك سألتت صحبان الاخوان وعندما قلت في مطاق التدوينة انه يومي الدائما يضع تغارير وطائر لا تكلم ان كانت ساعة وانسرة ومهم هو أن تكون هناك الشيما الذي ستضعه هو معقول وفاري الذي تلمس فيه أن الطائر سيحتاجه في حياته اليومية حتى لا يبقى عنك بمعنى أنك إذا فرطت عليه بعض المقاطع التي هي معينة فالريبرتوار ذيك تحدث وهذا هو العكس كلما أعطيت الطائر المكسيمون في الريبرتوار كلما تعطيه لك المقدورة أنه يستوكي المكسيمون في الريبرتوار وبالتالي فهو تكون عنده واحد المادة دخمة في الريبرتوار الذي يستطيع أنه يبدع بها ويشكل بها جمال وغروضات ومن ثم يأتينا واحد يقول لك الطائر الذي يجب ليه قبل جديد ما أعطيه لك لا ما أعطيه لك هو عنده المادة الخامدين الذي يقول أنه يمكن أن يؤدي هذا الأغروض وهذا الشيء أحصل لنا وإذا عشتم مرارا واتكرارا مع واحد الهاجي الذي لدي هذا الثانو لأنه لم أعطيه أغروضات نهائيا ولكن بعض المرات يكون في الحاسوب يكون هذا أو هذا ربما أخدمت شيء أو شيء بحث أو شيء خدمتها ربما قابطها لماذا قابطها في واحد اللحظة له هو واجيزة حيث أنه يكون حريص على أنه لم يخرب قليل الريبرتوار فهذه كل اللحظة الواجيزة هو عنده المادة الخامدين خاصة إذا تختم شريط هو أخي القراض مقنيني كلامي هو مقنيني يوجد أن يكون هناك مقنين لأنه لا يوجد قليل لا يوجد سراج لأنه يوجد سراج في الشم وهناك حروش ولكن من نعة ومن قمة بقق بقق بق esca نور وهناك هو النمط فى النمط أخي القراض أي جميع أخيه أصبره يوجد نمط مقنيني مع المحافظة على الرم كما يكون أنه يوجد لا يوجد ذلك الروم البلدي كامبيرو إذن لديه مادة الخام وشكل من الأصيلات التي لديه في الدهن يسمع ذلك الابل كلمة سينيال تكلمت عن كلمة سينيال الأمس في الفيديو هو مستوكي سينيال وميسي لديه الحبة لأنه لديك الحبة في الأغروضة من الرباتور لديك الحبة ويأتي لديك عادي سنتقدر بأنه حفظ لك الطلق جديد وعجب لي الطلق لا لديه المادة الخامل لديه المرحلة المهمة في الحياة الحسونة نضبطها جيد لديه المدد إلى تجد لديه المدد دائما يجب لي المدد من المدد من المدد ومعنى لأنه المدد يمرر البراجة على طلق لديه المدد يدرج ومعنى يدرج ومعنى ومعنى قاموا بأنه هو الشيما دي الكلام كامل يعني إذا كان طيبة حالة السيدة كله يأخذوا هو أنا أريد أن أجعل المفهوم المرقد لأنك ستعرف بأن الطائر عندك في الدار وقالنا بأنه سوف نوفر لي واكر تغريدي فلا يمكن أن نخموه في واكر تغريدي وإنك لا يوجد واحد ريبرتور ليشكل واحد لوكر تغريدي وهنا في الطائر تحاصره تعطي أريد أنه مقنيني وتعطيه الكلام وهو موزون في شمال ينتقل من خلال تجربة لك تبالك بأنه هو الخصوية تعطي الطائر للمقنين وبالتالي فهو قمرته عنده أريد أنه واضح لغاني وعنده فيه المادة الخامة للعباط وحياته بعض الخطرات بعض الطائر مثلا يقول لك شئ واحد يقول لك ربطار ليس لك لا يبقى لك ويضرب لي اغلها وطبيعة الحال لأن المقنين تغريد حيث هي محتاجة لك التغريد لكي تغريد وطبيعة لحالة نفسية وبالتالي هي عن كرف الطار مثلا لا تخرجوا مواله ليس كرف الطار لماذا سيستعمل الريبطار كامل؟ هو يقول لك لا أقوم بعمل أبل الذي أعطيني فلان 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 لا أقوم بعمل أبل هذا هو السبب لكي يقليل الكلام اما كل شيء يومي والتعامل والظروف التي تنفر عليه وهو يدعي أنه يتحفق بالربيطار لهذا التركيب التي تبع مهم جدا ونمط وهو سيحفظ كل شيء سوف نحاول أن نوفر الوكر التغريدي يجب أن يدور عندك في الدار من خلال التركيب إذن تبتنا هذه المسألة تبقى تبقى واحد الإشكال هو أن الطائر يبدأ بجد كل من يريد أن يتوقف بالطائر يجب أن يشاهد أولائيا حسيت أن تتكلم معهم تقنيا في الأولاء إنسان يجب أن يتوقف أن يتوقف ويجب أن يتوقف ويجب أن يتوقف ويجب أن يتوقف وهذا ربما خطأ لأن الطائر المقنين أو أي طائر يتوقف يتوقف مكان يتوقف أنه يريد أن مكان من يتوقف ويجب أن يتوقف خاصة لأن يتوقف ويجب أن تقوم إلى ويجب أن يتوقف ويجب أن يتوقف ويجب أن يتوقف لا يسمع أصوات الخارجية لتلعب كبير في الحفاظة يتخلص أفضل المنهجية هنا سوف نطرق قليلاً الكاخون في هذه المنهجية ما يقولونيه؟ أنه يكون هناك مطلوبة ويكون هناك مطلوبة للبصر ويكون هناك مطلوبة للسماء وبالتالي لا يوجد طائرة في الطائرة ويكون هناك طائرة في الدلمان ويكون هناك مطلوبة للصندوق يسمع الأقل من البيت فالتالي كان هناك مطلوبة للتلاقي ويكون هناك المطلوبة موسيقى هناك محادي لتعمل أمامه كما يخرج الواطفين يلعبون التنريف ويكون هناك هذا الأصوات مهتم وقد يحدث لأضاء طمأنينة ومتى حصل التوكير تحققات تلك الساعة يتحقق ففي الكاخون التوكير لا يتحقق من غير أن يقول إنسان يخلق محلولته يولف ولكن تأذي كان الأخ كان هناك طريق أزوين أنه يصدع يصدع لهم يصدع لهم يصدع لهم ولكن يهمنا إخوان تركزوا معي وبين القوصين لا يتحقق في أي طريقة أخذ المسائل بصدر رحب لا يتحقق لهم لا يتحقق لهم لا يتحقق لهم المهم في التوكير هو في الموقع يتحقق 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 لك طائر ولكن ما سيجد تدوينه في تجاهل تسأل السؤال ما سيخرج لنا طائر وهو طائر مغريد كإنحي ولا يخرج لنا طائر وهو طائر مغريد روبو وطائر وطائر لا يتحقق لن ننتج تحقق لن نحترم حياة طائر لا من ناحية المموريزة أو حتى في التوكير في المرحلة التوكير مهمة بالنسبة للمهل مهمة لتحقق لتكوين الملوح لتكون رأسه من الميدان فكيف أن كمنيتك تدوين لزورة وقتشها تعيش مع مرحلة التوكير لتوقف تحقق تبليا وميكانيكية ليستفد من الطائر لتحقق 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 هذا من بين المسائل التي تضلت من الطائر أو تتمنى تتحقق لتحقق كل مهات يعمل ولكن يجب أن نشارك العراء من خلال البحث العلمي مع المعامل هذه ملاحظة مهمة لأوروبا عراج أوروبا عراج مهمة كما قلت قبل المقنين لا تحب المفاجأة حتى الأوقات التي تدعون لا تتغذية أو تبدليه لقبوشات ديال و تغسليه و تنقيه هذه الأوقات ستكون أوقات مضبوطة بمعنى أنك مولف تنقيه أو تعطيه الماكلة لنهار السبت معه 12 أو 11 منهار فدائما يوم السبت معه 12 أو 11 منهار تعطيه الماكلة و لا تبدليه لأن المقنين لا تحب المفاجأة أو تبغي تدخلك كمولوع و تبغي تدخلك في الروتين و تبغي تدخلك في العالم الخارجي و تدخلك في العالم الروتيني و تبغي تبغي تطريقها إلى البروارة دائما نتكلم هنا و تبغي تدخلك البروارة نعيش مع الطائر في الحوار يرجع كلا أنا أختي المال و تبغي تدخلك من الطائر و تبغي تدخلك كما لا تدخلك فأنا أجلب منه فهذه كانت واحدة لمحة على ما نقصد تبجغيط تبجغيط دائما حتى هو شابوطي بار الصبر و بار الملاحظات بار انه انسان يوفر جميع الطمأنين والكرم الطائر دياله نتمنى ان تكون هذه الحلقة لقطة استحسان لكم اخوان الكلام رأى طويل في هذا البحث تشير الفيديوات صغرين لا يمكن ان يشفيوا شغالين لان لو كان قلسوا بين اصدقائي اخطرات تشدنا هذا الكلام و تسويح و تسويح و لا يكفيش لان معتابوا ذو الاراء اتمنى ان اعطيتكم اردى فلاش على التصور لان هذا المرحيل مرحلة تبجغيط الاول لالنصيحة المهمة لتكاربطيوه من هذا الحوار هو انه تبجغيط الاول لا يدخل عليه الملوء يقول بان هذه المرحلة ضروري يضرب في العيد ضروري انه يضرب العيد لانه لم يغرد هذه السعارة باقي ما بداش يغرد و باقي ما بدخل التغريد هو باقي الآن غير كي يستوكي و يقعد في الكنسول في السيلاب ديال الاغرودة سوف يدوز للمرحلة الثالثة نرشتوني دائما في حلقة كنا نرجع للمرحلة قبل منها كنا ندفلوك شوية و نعطي شوية كنا ندفلوك شوية و تبجغيط هذا و الحلقة الثانية هي الحلقة تبجغيط الفعلي أو الباب بياج كونفيرمي ولكن سوف ندخل عليها تبجغيط الأولي فأتمنى لإخوانكم أن نحس دونكم و أنكم استفتوا من هذا الحوار و أنا بعد ذلك كنت أتكلم كنت أستردار بوحدي يعني أفكار هذه أو كنت أخمف مسائل أخرى و سوف يجب أن تقاسموا هذا الشيء بصوت مرتفع مع الإخوان اللي يشوفونه كاملين أتمنى لكم التوفيق في ميدان الولعاء تحياتي و احترامات للجميع رمضان مبارك إن شاء الله السلام عليكم